اشتركوا في القناة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجا والنساء وغيرهم شرح الحديث حبتي قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاستعجم القرآن على لسانه معناه أنه يصيبه النعاس فلا ينطق بالقرآن كما ينبغي بسبب النوم النعاس وممكن أن يغلب النوم فيكون لسانه لا ينطق بالقرآن للثقل الذي فيه بسبب النوم وهذا هو معنى الاستعجام فليضطجع ينام يأخذ نصيبه من النوم وبعد ذلك يقوم يصلي وهذا كما هو معلوم في صلاة الليل ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجعه النعاس وهو يصلي فلا يصلي وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه لأنه ينعس ولا يدري ما يقود وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه فيتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها فيحرف القرآن فأنت أخي وأنت أختي إذا كان من عادتكم أن تصلوا الليل وجاءكم النوم فلا تجهدوا أنفسكم ناموا حتى يزول عنكم النعاس ثم استأنفوا القيام فإن طلع الفجر فقضوا الوترة في الضحى ولكن شفعا ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام من الليل أن يوقض أهله لكن حسب نشاط الأهل ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا لم يبقى إلا الوتر أي قضى أي قضى عائشة فأوترت يعني ليس من اللازم أن توقض أهلك معك قد يكون أهلك مثلا ليس مثلك في النشاط البدني أو في النشاط النفسي فأنت ممكن أن تحببهم في هذا الموضوع لا تجبر أحدا على شيء لم يوجبه الله سبحانه وتعالى ولكنه أنت تفعل هذا استحبابا وتذكيرا بعظيم الأجر الذي سينالونه إن فعلوهم ذلك فلا توقضهم معك ليس بلازم إلا إذا رأيت أنهم يرغبون بذلك ولكن لا تنسهم من آخر الليل يقومون ولو لصبعة الوتر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ويعبد ربه حق عبادته هنا ينتهي هذا الحديث أحبتي في الله نسل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وتطبيقا وفهما وتدبرا جزاكم الله عني كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة لا تنسوا أحبتي في الله الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة شكرا على المشاهدة